لأزياد من شهر يحتج أرباب خمس عائلات ببلدية الحوضان بالامدية وذلك بالمبيت في العراء بعد إقصائهم من السكن دون وجه حق يقول المعنيون هذا هو المكان الذي طرقت علينا قلعة عقاسة هنا ومنا رحلونا للمحلة الرئيس احنا صافي ربع عائلات صافي ثلاثة أخوتي والعجوز تعي ما مع البنت تحالي طرقت عليها على قلعة عقاسة هنا اللي استاكي خرجتها على الساكن ها خويا هذا والاخر في زوج مزوجين بالذراري أعطوهم سكنة واحدة في زوج أفضرو وأنا أعطوني مع الأم التاعي والأخت التاعي وأنا عندي خمس ذراري هذه قانون ما زمجتوش أنا أنا اليوم أبنسكن مع أخويا متزوج وأنا متزوج وعندي ذراري أولاد أفضروه ما تكفينيش كما رحكم تشوفوا رحني في قاعة العلاج بولاد ربح رحني مرحل بموجب محذر من سنة 2012 بسبب الأزمة الثلجية سبب حرماني من السكن الاجتماعي هو أن الزوجة مستفادة من القرض المصغر ومحلة الرئيس اللي استفادت منه يعني هو الآن في مكان معزول وبدون كهرباء أو ما أربع عائلات تقطن محلات الرئيس وأخرى تقطن سكناً إلزامياً بقاعة علاج تم ترحيلهم إليها كمنكوبين ليواجه اليوم مصيراً مجهولاً في ظل صمت مطبق للسلطات ماذا بك سيدي والي تدخل في أقرب وقت وتعاود إن شاء الله تخلج لجنة لجنة التحقيق في هذا السكن ويتوزع بالعادل واحد ما يدحق الواحد وإن اليوم أني طالب على حقي طالب الرئيس أعطي نستقن ماشي مع أولادي إن شاء الله وحدي مع بنتي لو كان يجيبوا واحد يعني يستقنوا هنا نعشي برا أنه طالب سيدي الوالية تدخل فوراً في قضيتي تركنا العائلات المقسية بالحوضان وكلهم أمل في تدخل السلطات العليا للبلاد لإنصافهم وتمكينهم من حقهم في سكن يضمن كرامتهم كجزائريين